اشتركوا في القناة فيها في موضوع انتشار فيروس الكورونا اللي اضطرنا بسببه الى تأجيل التواجد في المدارس وفي التجمعات فمنذ هذا القرار فات حوالي اربع تيام النهاردة هنستعرض مع بعض الوزارة حضرت ايه لمساعدة ولادنا ومساعدة السادة المعلمين وتطمين اولياء الامور على مستقبل ولادهم في ظل هذه الظروف اعتقد ان احنا عندنا حاجة الحقيقة اتمنى انها تلقى رضاكو الوزارة حضرت حلول كثيرة للتعلم عن بعض وحلول يعني اللي قدرنا نجمعها في هذه الايام القصيرة بس اللي ساعدنا الحقيقة ان الوزارة بتستثمر في التحول الرقمي بقالها 3 او 4 سنين فاعتمدنا على استخلاص محتوى متكامل من داخل بنك المعرفة وقتحناه بشكل سهل الاستخدام هنستعرضه مع بعض وعملنا منصة هنوريها للحضراتكو برضو للتواصل كل واحد فينا في مكانه المعلم ووليه الامر والطالب هنشوفها مع بعض بالاضافة للقنوات التعليمية فخلونا نروح نشوف المحتوى الرقمي الضخم اللي الوزارة هتحطه في قدين حضراتكو منذ الليلة النهاردة وبعدين نرجع نتكلم على حزمة القرارات المرتبطة بمضوع الامتحانات فتعالوا مع بعض نشوف المحتوى الرقمي شكله ايه يسعدني اوريكو المجموعة من الحلول للتعلم الرقمي اللي الوزارة في خلال اربع تيام حضرتها بجميع العاملين فيها اشتغلنا عليها عشان تبقى متوفرة لولادنا حضراتكو من النهاردة لو دستوا على اللينك اللي شايفينه على الشاشة تقدروا تدخلوا على هذا الموقع اللي عليه مكتبة رقمية كبيرة جدا جدا جواها جميع المواد الدراسية للمراحل من اول كي جي وان من اول رياض الاطفال لحد المرحلة السنوية فذاكر الان هندوس هنا هنخش في الموقع نفسه اللي فيه المواد زي ما حضراتكو شايفين عندنا الاحياء والكيميا واللغة العربية والجغرافيا عندنا تاريخ فلسفة فيزياء علم نفس واجتماع للسنوات المختلفة الرياضيات علوم لغة عربية دراسات اجتماعية عندنا محتوى متعدد تخصصات في نظام التعليم الجديد عندنا كمان موسوعة باللغة العربية اسمها موسوعة الفراشة وعندنا كتب الفراشة كتب مقرؤة من اول الاطفال لحد الكبار او الاكثر نطجا في اللغة وعندنا حوالي اكتر من تمانين قموس ومعجم للاستخدام كل ده موجود في مكان واحد لو حبينا نخش في مادة من المواد نستكشفها نخش في اللغة العربية مثلا هنلاقي ان هنا في محتوى من الحاجات الرقمية اللي بتساعدنا على فهم الموضوع بجانب الكتاب المدرسي لجميع الصفوف الدراسية من اول الصف الاول اللي ابتدائي زي ما احنا شايفين لحد الصف الثالث الاعدادي في المنطقة دي طبعا المحتوى بتاع المرحلة السنوية موجود على بنك المعرفة وهم عارفينه على منصة قدر التعلم موقع تاني الموقع ده مجهز زي ما حدراتكم شايفين احنا دخلنا هنا من غير يوزر نيم وباسورد فما فيش فكرة ان انا اعمل اكاونت وكده اي حد هيحط اللينك هيخش هنا كل واحدة من الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي بتغطي موضوع معين من المنهج اللي احنا بندرسه في السنة اللي اخترناها وجواها حاجات تفاعلية او حاجات مقالية او اسئلة واختبارات او مراجعات على المنهج بتاع السنة المستهدفة يعني احنا هنا نقدر نختار مثلا نقول له طب احنا في خمسة ابتدائي لو انا في خمسة ابتدائي السيستم بيقول لي المحتوى اللي انت شايفه مصدره دار نهضة مصر للنشر على سبيل المثال يعني ودي الموضوعات الموجودة للصف الخامس الابتدائي هنلاقي هنا الحقيقة بحر من المراجع اللي ممكن نستمتع بيها وتساعدنا في فهم الموضوع انا عايزين اتخيل انه اللي احنا شايفينه ده متكرر لجميع السنوات والجميع المواد يعني احنا لو رجعنا هنا تاني ودوسنا على لستة كل المواد وحبينا نخش مثلا في الاحياء الاحياء موجودة في المرحلة السنوية قبل كده بيكون مسمينها علوم فاحنا لو بنتكلم على المرحلة السنوية اللي شايفينه على الشمال هو كل المحتوى المتوفر لتلات سنين سنوي لو اخترنا سنة بالتحديد زي مثلا اولى سنوي خدنا منهج اولى سنوي هنلاقي ان مصادره اللي احنا شايفينها جاية من بريتانيكا من شركة اسمها ديزاين ميت ومن يورك برس مجمعينهم هنا في مكان واحد الحاجات اللي حضراتكم شايفينها على الشمال دي بيبقى فيه لوجو صغير بيقول مصدرها ده اللوجو بتاع بريتانيكا ده اللوجو بتاع ديزاين ميت افلام وفيه يورك برس وفيه حاجات محتوى جاية من الوزارة نفسها فاحنا مجمعين ده كله لخدمة السنة الدراسير بنتكلم عليه طبعا اللي بيدرسه في قولة سنوي يعرفين اسم الموضوعات دي ممكن نخش في اي واحد فيهم هنلاقي حاجات كتيرة جدا هنختار واحد ونخش مع حضراتكم فيه نشوف ايه نوعية الحاجة المتوفرة لو عايزين نتكلم على الانزيمات مثلا هنخش فيه خصائص الانزيمات ده واحدة من بحر من المصادر الرقمية الموجودة في الاحياء بس لقولة سنوي بس ونقيس على كده في الباقي هنا هنلاقي فيديو وهنلاقي نص مكتوب فيه شرح وهنلاقي كمان امتحان اونلاين بعمله عشان اتدرب لو انا فهمت الدرس ده ودي الحاجات المتعلقة بالحاجة اللي انا بتكلم عليها فلو خدنا مثلا الفيديو الفيديو بشرح لي خصائص الانزيمات ممكن اتفرج عليه باللغة العربية او باللغة الانجليزية فالمحتوى اللي حضراتكم شايفينه موجود كمان بلغتين هو لو شغلناه دلوقتي هشتغل بالعربي فبس هشغله كده عشان ناخد فكرة ايه اللي موجود هنا فيه خصائص الانزيمات على سبيل المثال نلاقي فيديو غني جدا بيشرح فكرة كان صعب قوي اعملها حتى بعيدا عن الظروف اللي احنا فيها صعب اعملها على التختة العادية بتبشيرة فهنا عشان نتكلم على الانزيمات هنلاقي حاجة تسهلي قوي الشرح كان ممكن اقلب الفيديو ده انجليزي بضغطة واحدة واشوف نفس الفيلم ناطق باللغة الانجليزية بدل ما كان ناطق باللغة العربية كان ممكن بعد ما خلصت فرجة على الفيلم احاول اختبر اذا كنت فهمت الموضوع ولا لا هتلاقي امتحان هنا وفيه عداد للزمن بقيس الزمن وبيشوف انا حاولت كام سؤال وسبت كام واحد وكام واحد ما عملتوش بيديني انا عملته صح ولا ولا كل ده اللي احنا شايفينه كان جاي من مصدر واحد زي ما حضراتكم شايفين من كل المكتبة الكبيرة جدا اللي حضراتكم شايفين هنا فنقدر نقيس على كده ونلاقي انه احنا الحاجة اللي بنحاول نستعرضها مع حضراتكم بقى عندنا في مصر مكتبة رقمية الكترونية مجانية مترجعة كل حاجة فيها مترجعة متاحة للسنوات من اول رياض الاطفال لحد الثالث السنوي باللغتين الانجليزية والعربية وفي هذه المواد فاي مادة هندوس عليها هتجيب لنا السنوات الخاصة بيها يعني العلوم مثلا من الصف الرابع الابتدائي للتالت الادادي من اولى سنوي بتتفك العلوم لأحياء وكيميا والطبيعة فحضراتكم هتشوفوا كده انه في كل واحد من دول وحسب المرحلة العمرية في مصادر رقمية متناسبة مع السن ومع الموضوع الكلام ده موجود لحاجات كتيرة جدا بس عاوز ارجع هنا تاني عشان اقول لكم انه لو احنا بصينا في الليستة بتاعت المواد هنلاقي حتى المحتوى المتعدد التخصصات ده بتاع الاطفال بالنظام التعليم الجديد اللي ابتدى من كي جي وان حتى ده موجود من اول كي جي وان المصادر الخاصة به فكده الاهالي ممكن يساعدوا ولادهم في البيت حتى الاطفال الصغارين كي جي وان وكي جي تو نقرأ لهم الكتب دي نفتح لهم فيديو نتفرج عليه مع بعض حتى طريقة التعليم مختلفة طريقة التعليم يعني مسلية اكتر من العادي يمكن بس سوريكم مثال واحد تاني عشان وبعد كده بقى اللي شايفنا يقدر يستكشف هو هذا الموقع من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في الانجليزي مثلا هنلاقي كل المصادر دي موجودة علشان تساعدنا بالاضافة لكتاب الانجليزي الموجود هنلاقي كل ده موجود في هذه المكتبة فالمكتبة اللي احنا بنتكلم عليها مكتبة ضخمة جدا مبنية على بنك المعرفة بس تم تجهزها في جميع المواد استخلصنا من بنك المعرفة المصادر المناسبة للتعليم الاساسي اللي كانت موجودة على فكرة بقالها سنتين تلاتة بقت فرصة ان احنا كلنا نستفيد منها لكل الاعمار وفي كل الموضوعات باللغتين العربية والانجليزية وبدون الضرورة ان انا اعمل اكاونت بنك المعرفة الاصلي موجود في مكانه ان اعملنا مكتبة جنبه اللي هي بتشوفوها دلوقتي اللي هندخل لها من الرابط اللي قلنا لكم عليه من اول النهاردة نقدر كلنا نستفيد منها غير المكتبة دي مش دي الحاجة الوحيدة اللي عملتها الوزارة رغمناها ضخمة جدا وكبيرة جدا الا انه احنا عارفين ان ده موجود على الانترنت وفي ناس كتير تقدر توصل من اول التليفون المحمول زي ما بوصل لفيسبوك او تويتر او اي حاجة قادر اوصل لده في نفس الوقت لو عندك كمبيوتر في البيت او تابلت ووزارة الاتصالات مع وزارة تربية والتعليم عاملة سيم كارز او كروت للمحمول بدون تكلفة بتدخل على هزي المواقع التعليمية بدون تكلفة للداتا نفسها من غير ما عمل باقع عشان نوفر على الناس اللي مش قادر يخش على الانترنت نهائيا هيبقى فيه بقى قنوات التعليمية اللي بنتعاون معها برضو عشان نحط فيها مناهج مرئية على التلفزيون ففيه ده وفيه ده غير اللي احنا شايفينه هنا ما اكتفناش بهذا القادر هنضيف حاجة كمان مهمة جدا هحاول ورية لحضراتكم اللي هي منصة هنستخدمها المنصة اللي حضراتكم شايفينها دي اسمها ادمودو مش مهم الاسم دلوقتي المنصة دي علشان التواصل بين المعلم بتاع الفصل والطلبة بتوعه واولياء الامور احنا عندنا في مصر خمسة وخمسين الف مدرسة في الخمسة وخمسين الف مدرسة هيكون فيه ادمودو هنعمله منصة كاملة في المدرسة المنصة اللي هيبقى جواها كل الحصص بتاعة جميع السنوات اللي في المدرسة وجميع المواد يعني كل فصل لو انا كنت بدرس جغرافيا وانا في سنة مثلا تالتة اول هيبقى عندي فصل فيه الاستاذ بتاعي وفيه الطلبة بتوعي وممكن دعوة اولياء الامور يبقوا مراقبين على الفصل اللي هو حبينا المنصة دي سهلة لاستخدام جدا هيبقى فيها الواجبات هيبقى فيها امتحانات ممكن تبقى اونلاين هيبقى فيها بنعمل مثلا تصويت على حاجة فيها حوار بيننا زي بالزبط اللي بنعمله على فيسبوك بين الطلبة وبعضهم او بين الطلبة والمعلم المعلم هو اللي بيدير الحوار وبيحط لهم عليه ملفات هو بيحملها هنا عشان يذكروا منها سواء ويرد او باوربوينت او فيديوهات كل واحد هيبدع بقى المعلمين فاحنا السادة المعلمين لما كنا بنتكلم على الفترة الصعبة اللي احنا فيها قلنا ان احنا بس عايزين هم يديروا الفصل بتاعهم على هذه المنصة سواء هم في المدرسة او في البيت فالسادة المعلمين لو مش قابلين نطلع من البيت هنعملهم من بيوتنا المعلم في بيته والولاد في بيتهم وبيتواصلوا واحنا في الوزارة معاهم في ده وشايفينهم ونقدر نبعت لهم رسائل فدي بالحقيقة منصة هتلم مجتمع التربية والتعليم كله من طلبة واولياء امور ومعلمين في مكان واحد مش بس تنفعنا في الفترة اللي احنا فيها لجميع الفصول من اول KG1 لحد السنوي كل واحد هيلقي المعلم بتاعه وهيلقي زميله وهيعمل معاهم مشاريع مشتركة او فردية زي ما حضراتكم شايفين بس بوريكم شكلها انما احنا هنعمل فيديوهات لاحقة تشرح كيفية استخدام هذه المنصة اللي هتكون هيجيلكو دعوة من المعلم بتاع الفصل في كل مادة للاشتراك في الفصل بتاعك خلال الأسبوع القادر أثناء الأسبوع هيبتدي يجيلكو دعوات لكل طالب هيلاقي جيله الكود اللي يخش بيه على المنصة بتاعته أول ما يخش على المنصة هيكمل كأنه بيروح المدرسة إلى حد بعيد يبقى احنا عندنا المكتبة اللي شفناها في الأول وعندنا المنصة دي في الفصول وعندنا القنوات التعليمية التلت عناصر مجتمعة مع جهد مننا نتعلم ذاتيا شوية وبإشراف المدرس على المنصة شوية وبتعاون الأهالي هنوصل لنتيجة جميلة جدا وأعتقد المكتبة هتنفعنا هي والمنصة في السنين اللي جاي إن شاء الله تمنى أن المحتوى الرقمي يكون يعني طمن حضراتكو شوية أن فيه جهد معمول وطبعا ده جهد مستمر احنا المحتوى ده بنزوده بنحسنه كل يوم كل يوم هتشوفوا ما هو أفضل فاحنا في الفترة دي ضروري أن احنا نتعاون مع بعض أي حاجة نقصة هنكملها أي حاجة محتاجة عليها ملاحظات هنستجيب إليها المهم نتعاون كلنا عشان المنظومة دي تمشي بعد ما حضراتكو قدرنا نستعرض للوزارة حطته سواء المكتبة الرقمية أو المنصة دي الحاجات الأماكن الوحيدة المرجعية النهاردة في التعليم المصري الحاجة اللي برة ودلوقتي فيه يعني اهتمام شديد من كل الناس إنها تبيع كورسات وتعمل دروس وتبيعها بفلوس وكده الحاجات دي احنا ما شفناهاش لم نعتمدها ما راجعناهاش فأكيد فيه ناس مجتهدة برة وفيه ناس بتحاول تعمل حق كويس احنا مش عاوزين يعني نحرمهم من هذا ولكن من باب الأمانة الرسالة لأولياء الأمور احنا عملنا أكبر كمية من المساعدة ممكنة ولسه هنضيف عليها وهنضيف فيديوهات دي مترجعة كل حاجة هنا مترجعة الحاجات اللي برة بتلاقوها على واتس آب وعلى فيسبوك دي على مسئولية اللي بياخدها أو بيستجيب لها لما تلاقوا كورسات انجليزي وكورسات مش بتاعتنا دي مش بتاعت لوزار بعد ما تعدي الأزمة اللي احنا فيها نحاول نحاكم هذا الموضوع بس في اللحظة اللي بنتكلم فيها المكتبة الرقمية ومنصة إدارة التعلم هي المصدر الأول والأخير والمعتمد من وزارة التربية والتعلم ويمكن اللي الناس كلها مهتمة بيه موضوع هنعدي إزاي فترة الامتحانات فأنا هحاول أقول لحضراتكو القرارات اللي وصلنا إليها عشان نعمل توازن بين الظروف اللي احنا فيها وضرورة ان احنا نتواجد في البيت ونحافظ على صحة الجميع مع ان احنا برضو عاوزين نكمل العملية التعليمية مظبوط والولاد تكتسب المهارات اللي كان مفروض تكتسب اللي نبتدي من الأول للآخر السنوات من أول رياض الأطفال من أول كي جي وان لحد تانية ابتدائي اللي هما بيخضعوا لنظام التعليم الجديد نظام التعليم الجديد ما كانش فيه امتحانات في التصميم بتاعه وبالتالي سيبقى الأمر كما عليه المجموعة دي الأربع سنوات دول أولياء الأمور بندعوهم ان هما يتأكدوا ان ولادهم كملوا المنهج في البيت باستخدام الأدوات المتاحة على المكتبة وعلى المنصة اللي هتكون متاحة ليهم ويبقى ليهم دور كبير في المتابعة معهم الكتب ومعهم فيه دليل للمعلم موجود وفيه دليل لوليه الأمر بعض الشركات موفرة وفي نفس الوقت المكتبة الرقمية المتوفرة فندعو الأهالي ان هما يتأكدوا ان ولادهم تخلصوا المنهج ده سنوات النقل اللي هي من تلتة ابتدائي لتانية اعدادي هنعمل معها حاجة أول مرة نعملها واعتقد انها هتكون مرضية للاولاد والأولياء الأمور بعيدا عن الامتحانات التقليدية احنا عاوزين نكمل المنهج ونقيمهم وفي نفس الوقت ما نرتبتش بما عاد امتحان نضطر ننزل فيه الولاد من البيت فهنعمل المنصة اللي حضراتكم شفتوها اللي كل الولاد هيبتدي يجي لهم دعوات للانضمام إليها من الأسبوع القادم هنحط عليها في كل مادة من مواد أي سنة من تلتة ابتدائي لحد تاني عدد هنحط لهم مشروع على المنصة مثلا في العلوم في الرياضيات في اللغة العربية متاح لكل طالب وطالبة انه يحل المشروع لوحده أو مع مجموعة من زملائه لحد مجموعة حجمها لا يزيد عن خمسة فده اختيار الولاد هتعمله يأما أعمل المشروع أحله الوحدي أو أحله مع زملائي مشروع جماعي المشروع بعد ما نحله تحت إشراف المعلم باستخدام المنصة هنقدم المشروع بتاعنا وكده يبقى احنا خلصنا المطلوب مننا في المادة دي احنا عندنا من النهاردة من 19 مارس 19 مارس إلى نهاية آخر يوم في الامتحانات اللي كان في الخريطة الزمنية اللي هو تقريبا في نص مايو فاحنا كده عندنا شهرين والله اللي شاطر وهيخلص المشروع في أسبوع يبقى وخلص اللي هيخلصه في أسبوعين برضو خلص اللي محتاج الشهرين يستعمله هيحله إزاي في منصة فيها حوار زي ما قلنا وفيها تواصل بيننا وبين المعلم بيوجهنا في نفس الوقت في المكتبة الإلكترونية اللي احنا ممكن نروح لها ونجيبنا حلول البروجيكت اللي احنا هنحطه هتكون جوه المكتبة بتاعت بنك المعرفة فالولاد لو عملنا مجموعة مع بعض ثلاثة أو أربعة أو خمسة عاوزين نحل البروجيكت ده مش أسئلة زي بتاعت الامتحان ده حاجة بنروح نبحث عنها ونجيبها ده بالنسبة لنا كافي لإنهاء العام الدراسي وتقييم الطلاب فده كل المطلوب من غير بقى القلق بتاع الامتحانات والحفظ والكلام ده هنغيره خالص كده احنا بنتعلم حاجات كمان ربا ضرت النفاع ظروف اللي احنا فيها خلتنا نعمل ده مش بس كده احنا كده نتعلم العمل الجماعي نتعلم التعلم الذاتي نتعلم روح الفريق ازاي نبحث وازاي نكتب المرجع اللي جيبنا منه الحل ففرصة نستكشف الحاجات اللي في المكتبة ونحل البروجيكت لو لو انتوا مستعجلين نخلصوا في أول أسبوع عشر تيام كده بالنسبة لكم تبقى المطلوب خلص فاعتقد ده هيبقى شيء أفضل بحيث ان احنا حتى في الوزارة قررنا انه بعد ما ان شاء الله الازمة دي تعدي في المستقبل من سبتمبر عشرين احنا هنستعيد في جميع سنوات النقل عن الامتحانات التقليدية بفكرة المشروعات فمن هنا ورايح مش هيبقى فيه في سنوات النقل امتحانات تقليدية بليجان بمرقبين هيبقى عندكم مشروعات واحد أو أكتر وده اللي هنقيم به الطالب نجاحه من سنة لسنة واعتقد ده مسلي أكتر وممتع أكتر وهايعلمنا مهارات جديدة وكده المزايا بتاع التعليم الجديد بقت متاحة لمن كان محروم منها اللي هو كان في تالتة ابتدائي لحد تانية اعتقد ان ده شيء أفضل كتير من الأزمة بتاعت الامتحانات التقليدية الشهادات العامة اللي هي الاعدادية والسنوية لحد التوقيت اللي احنا فيه بالظروف بتاعة كورونا اللي نعرفها النهاردة وهي والديبلومات هتتعامل في المواعيد المعلن عنها في لجان الوحيدي المجموعة الوحيدة اللي هي الاعدادية والسنوية والديبلومات اللي هنعمل لهم تأمين خاص في اللجان وتعقيم خاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة كلها وزارة الصحة وقوات المسلحة تأمين قبل الامتحان وبعد الامتحان وأثناء الامتحان بحيث نضمن ونحط مسافات واسعة جدا بين الطلبة بحيث يعني الامتحانات دي يتعدي على خير فاضل كده أولى وتانية سنوي أولى وتانية سنوي طبعا طلبة يتمتعوا بميزة ان هم معهم أجهزة التابلت وان هم معهم سيم كاردز هنوزعها على كل طلبة أولى سنوي الأسبوع الجاي من كل شركات المحمول ولهاتين السنتين الامتحان التجريبي اللي كان معلن عنه في 22 مارس هننقله إلى 5 إبريل عشان يبقى برى الأسبوعين بتوى الحظر وهيتعمل من البيت كل واحد من الطلبة هيبقى مع الجهاز هيعمله من بيته باستخدام السيم كارد بدون الاحتياج للذهاب إلى المدرسة وده امتحان بدون درجات بدون درجات احنا عاملينه علشان اللي داخل أولى سنوية تأقلم على فكرة ان الامتحان بيجي على التابلت ومرتح له وفكرة الوقت وفكرة طبيعة الأسئلة هنعمل واحد زي والتانية سنوي عشان هم شافوا التابلت قبل كده بس كنوع من ان احنا بنتدرب أكتر على طبيعة الأسئلة بعد الامتحان مش هنصلحه ولكن هنديكم الإجابة بعدها تاني يوم وهنسمح في يوم الامتحان بمثلا عشر ساعات تقدر تخش في يوم على الامتحان في الوقت اللي مريح بالنسبة للطالب ده في أولى سنوي في الامتحان أولى وتانية في الامتحان التجريبي في آخر السنة آخر الترم الامتحان النهائي هيكون برضو على التابلت وبردو من البيت بس ده هنصلحه إلكترونيا وهيبقى بدرجات مجموعها مع الترم الأولاني هو درجة النجاح للصف الأعلى طلاب الخدمات استلموا التابلت وبالتالي هيمتحنوا إلكترونيا زي زملائهم النظاميين يبقى نتكلم عن أبنائنا في الخارج قبل أبنائنا في الخارج في طلبة في أولى سنوي وتانية سنوي من زاوي الاحتجاجات الخاصة طلبة من زاوي الاحتجاجات الخاصة كانوا بيمتحنوا ورقيا مش هنقدر نمتحنوا ورقيا لظروف الحزر اللي إحنا فيه فهنمتحنوا مع طريق مشروعات زي ما هنعمل مع سنوات النقل أبنائنا في الخارج قررنا إنه عشان الدول اللي هما فيها تختلف في درجات الحزر وبالتالي ما نقدرش نمارس امتحنات على الأرض في لجان في دول فيها قرارات سيادية معمولة بمناء التجمعات فهنستخدم المنصة اللي ورناها لحضراتكم في هذه الدول زي ما هنستخدمها في مصر ودي قيمة تكنولوجي زي ما عاملين فصل افتراضي في مصر هنعمل فصل في السعودية وفي الكويت وفي إيطاليا وكده ونخلي الولاد ولادنا في الخارج تمتحن عن طريق نظام المشروعات على هذه المنصة زي سنوات النقل في مصر وبالتالي ما يدعش عليهم السنة الدراسية وأهاليهم يقدروا يخططوا للمستقبل بناء على هذا إذا الولاد عملوه في زمن أقصر هيكونوا خلصوا السنة بدري ويقدروا يبقى عندهم حرية حركة فالمحتوى المسؤولين عنه في جميع السنوات اللي قلتها هو المحتوى بتاع السنة كلها مفيش منه حزف ولكن هنقيمه عن طريق المشروعات مش عن طريق الامتحانات النظامية طيب أنا بس عاوز نتأكد إن كل أنا عارف كل اللي بيسمعونا ممكن يكون اشتبك عليهم الأمر اللي بياخدوا تعليم اتنين من كي جي وان لجريد تو ما عندهمش امتحانات هيكملوا بإشراف منزلي واستخدام المنصة من سنوات النقل من ثلاثة لتاني عدادي هتمتحن على المنصة من غير الزهاب إلى المدرسة باستخدام المشروعات اللي متاح ليهم شهرين يخلصوا المشاريع فيهم بإشراف معلم الفصل على هذه المنصة أولى وتانية سنوية هيمتحنوا بالتابلت مرة تجريبيا بدون درجات في خمسة إبريل ومرة في آخر السنة حسب الخريطة الزمنية دي اللي هتحتسب مع نتيجة الترم الأولين الشهادات العامة والديبلومات الفنية في موعدها المعلن عنها في لجان معقمة ومؤمنة عن طريق كل مؤسسات الدولة وطلاب الخدمات إلكتروني وأبناءنا في الخارج هيمتحنوا بنظام المشروعات على منصة إدارة التعلم اللي ورنناها لحضراتكم وكده نبقى غطينا معظم الأسئلة اللي كل الناس بتتكلم عليها أعتقد أن الحل ده يعني مناسب للظروف اللي إحنا فيها من ناحية ومن ناحية التانية اللي حابب أقوله أنه إحنا كده في التعليم الأساسي المصري بقى عندنا مكتبة رقمية متاحة مجانياً في مصر وخارج مصر بجانب بنك المعرفة فيها منهجنا من كي جي وان للصف الثالث السنوي ونستطيع أنها تجبر كل يوم وتتحسن كل يوم ويضاف إليها كل يوم في نفس الوقت المنصة اللي هنحاول نركبها في خمسة وخمسين ألف مدرسة لو حضراتكم شفتوا عدد المدارس وعدد المواد وعدد سنين دراسية إحنا كده هنعمل ستة ونص مليون فصل افتراضي في الأسبوع القادم وهذه الشبكة هتسمح أن الوزارة والمعلمين من اللي في الوزارة يقدروا يتواصلوا مع الطلاب في أي نقطة في مصر ونساعد بعض ونشتغل مع بعض كجروب كبير ودي تجربة فريدة من نوعها عموماً من حيث التعليم نفسه غير إنها تنجحنا يعني للسنة الجاية إنها شيء ألطف في التعلم فأعتقد إن إحنا نقدر نحول الأزمة اللي إحنا فيها لشيء إيجابي بشكركم على اهتمامكم بالتوفيق للجميع إن شاء الله